بعد المباراة محمد التوجري مراسل البرنامج في المجمع التقى مع تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطاي خلنسمع وش يقول أستاذ تركي الضبعان الله الحقيقي الفريق ما قدم المستوى المأمول مع النقص اللي موجود طبعا سعيه دول ما رجع من شاركة العربية ومن الإصابة بعد تهيله ما كان داخل بالفورمة ولا كان عنده حساسية كرة والمباراة هذه رأى المدرب أنه رايحه هذا رأي فني عنده مدرب وموسونة طبعا مؤثر جدا هذا اللي صار عندنا واللعيب الحقيقي اليوم ما أده ما أده المستوى المأمول المباراة اليوم حقيقي مع أننا ما أدينا لكن حقيقي اللي حصل بالملعب ما هو طيب والله ولا ينبغي أنه يحصل بوجود الفار يعني القرار الوقتي قبل يجي الفار يمكن الوحد يعذر الحكم لأنه بجزء من الثاني يقرر الحكم لكن هذا يرجع ثلاث مرات أربع مرات والتسلل واضح ولا حط الخطوط يرجع بالفار ثاني هذا الثاني البلنتي يدو مفروضة من جسمه وشايت بلنتي ولا يمكن الثالث أيضا حق محمد فؤاد حنتوش اللي يشترك مع الحارس حتى الحارس إنه حرج ودع الإصابة مسك الكورة قبله وصل للكورة محمد حنتوش قبل الحارس ولا حتى رجعه ما رجعه الفار حق تزويدي كذلك نفس الطريق ما رجع الفار أبت خلنا نطمئن على هالأمور هذه ما يصير الشغل هذا أنا والله مستعجدا من طريقة الفار اللي تداره مباراة الحزم قدام الحكم مران يصب دم أفمه الحارس لاكمه برجله وامثبت الرجل على الأفم بالفار ومع ذلك ما حسب بلنتي مباراة الحزم أيضا السيفاس شايله من تحت والكورة فوق يعني ما في شي خافي ما عندنا ما قدمنا لكن نحس إنه ظلمنا حقيقي اليوم ظلمنا ظلم حقيقي ينبغي التحت السعودين إنه يشوفنا الوضع حقا بالنسبة للكابتن أمير سعود هل هو مستمر مع الفارد طائي هل هناك عروض له وصواتهم عروض له مستمر أمير سعود وقرار اليوم فني ولكل حادث حديث ما هناك مفاوضات عندي أخر ما هناك مفاوضات وإذا صار أخر شيء تبيت بينا الأمور هذه فترة شتوية وعندنا تغييرات إن شاء الله لكن ما ما بان شيء ما وصارك معروض ما حدين تتم محافظة المجمعة ما وصارك معروض بهالخصوص نسمع 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 وجعجعة ولا نرى طحنة هذه المدام فيها طعض جعجعة وطحن وطحين أجل أكيد بخبزون قريب كابتن سمير عثمان خنشوف معاك إيش الحالات